مدى رواجي قراءة الملصقات على الأطعمة المعلبة بين أوصات المستهلكين بهدف تحديد مستوى الوعي الغذائي ودوافع شراء المنتجات الغذائية جاء استطلاع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات لقياس مدى وعي المجتمع بمكونات المواد والسلع الغذائية وتحديد أكثر المكونات غير المرغوبة والتعرف على أولوياتهم عند اختيار المنتج الغذائي وأظهر الاستطلاع التزام عينة البحث بقراءة ملصقات البيانات الغذائية بحثا عن السعرات الحرارية أولا وقبل كل شيء ثم السكريات والدهون بينما بيّنت النتائج التحليلية أن أفراد الأسرة الواحدة يتبادلون النصائح حول البيانات الغذائية قبل عملية الشراء بينما تتساوى عوامل المكونات الغذائية وتاريخ الصلاحية والسعر في الأهمية لديهم كما أوضحت بيانات تحليل النتائج بأن ثمانية وثمانين في المئة من عينة البحث المجتمعية تساوت لديها أهمية وفرة المنتج وبلد المنشأ بينما فضلت نسبة عشرة في المئة فقط المنتجات العضوية فيما أظهر نحو ستة وسبعين في المئة من عينة البحث اهتمامهم بشراء الأغذية التي تبقى على مدة انتهاء صلاحيتها فترة طويلة تشير نتائج هذه الدراسة إلى مستويات جيدة من الاهتمام بما يتناوله الفرد في مملكة البحرين من حيث أولويات الصحة الغذائية وجودة الطعام وأنماط موازنة الاهتمام بجودة العناصر الغذائية مع الإنفاق المعقول على الأطعمة دون إسراف أو هدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر